يعني مما جات ناس تصير قضية التهجد يا سيدي التهجد بيفعل فرادة وهو أكثره ويفعل جماعته ويفعل في البيت ويفعل في المسجد ويفعل في غير المسجد يعني ما ستك مثلا الفعل الفرادي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم 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 الليلة إلا قليلة نصاه وأون قسمونه قليلة أو زد عليه وردت القرآن ترتيله وفي صورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود يبقى الرسول صلى التهجد أصلا لوحد لوحد مفرده سليم ولا بأس أن يصلى جماعة تاخد فيها زواب الله لا بأس بس هنا احنا حضرتك بنقول ايه وفق ضوابط معينة وفق ضوابط معينة لأن المساجد لها أعمال تنظيمية أيوة الرسول عليه الصلاة والسلام كان لهم مؤذنون مش أي حد كان يجي يأذن الرسول كان يستخلف من يؤم الناس مش أي حد يدخل للإمامة المسجد كان فيه من يلقي الدرس العلمي الآن الأوقاف لها ولاية في تنظيم الأعمال في المساجد بكررها وزارة الأوقاف لها ولاية تنظيم الأعمال في المساجد وزارة الأوقاف الموقرة بتتبع طبعا إدارة الأزمات في الرئاسة الوزراء لأن دي أمن قومي طبعا يعني الجوائح ومواجهة الأوباء أمن قومي فما يجي النهاردة مثلا أقول لك إيه يعني لتدابير احترازية وقائية وهذا أمر مشروع في الإسلام أن التهجد مثلا لا يقام لأنه سنة من السنن وممكن أن تؤدى في المناسل خلاص لا مانع أنها تؤدى في المناسل وعلى فكرة إذا أفجر لك مفاجئ اللي بيعمل مناحة على التهجد والاعتكاف لا بيتهجد ولا بيعتكف تدقني يا بس مدرسة مش عربين والله بكلمك جد لأن أنا بسأل سؤال فقه هل السنن هل السنن تحصل عليها الضجة والجلبة لأن السنن يا سيدي مش إلزام يعني يعني النهاردة الله يبرك فيك الاعتكاف سنة من السنن طبيب في حجرة العمليات جندي مع اختلاف الرتب في الجيش الباسل أو الشرطة المدنية مع مالي في المعمل حقه إلى آخره